في خطوة تهدف للحفاظ على المواقع الآثارية والتراثية في محافظة الأنبار انطلقت أعمال صيانة لموقعين أثريين الأول وهو برج المعمورة في مدينة هيت والذي يعود تاريخ إنشائه وبحسب أغلب الروايات إلى فترة ما قبل الإسلام البرج الذي يبلغ ارتفاعه نحو 20 مترا كان يستخدم لمراقبة سير القوافل التجارية ما بين العراق وبلاد الشام وفي مدينة القائم تجري عمليات الترميم لموقع خانج ريجب والذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر هذين الموقعين المهمين تم اختيارهما بلان على دراسات وفي الإغراض صيانتها والحفاظ عليها من التصدع والانهيار الأول هو برج منارة المعمورة في مدينة هيت في قضاء هيت والموقع الثاني هو خانج ريجب الأثري في مدينة القائم مواطنون عبروا عن سعادتهم بأعمال الصيانة للمواقع الأثرية داعين إلى ضرورة الاستفادة منها كمواقع سياحية وجعلها مورداً اقتصادياً هاماً للمدينة أكيد اليوم إعادة أعمار المناطق التاريخية بعمم محافظة الأنبار وتحديدنا عفوا انقضاه هيت اليوم هو راح يكون جلب للسياح بنفس الوقت اليوم يكون مورد مادية للمدينة ويشير مؤرخون في الأنبار إلى وجود أكثر من أربعمائة موقع آثاريين في المحافظة لا زالت تحتاج إلى البحث والتنقيب مؤكدين على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال محافظة الأنبار يوجد فيها أكثر من أربعمائة موقع آثاري وقيد الدراسة اكتشاف هذين الموقعين له من الأهمية الكبيرة لذا نطالب من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بضرورة الكشف والتنقيب عن هذه المواقع الأثرية والاهتمام بها اسوة بما يحدث من أعمال تنقيب في محافظتين نينا وبابل وتستعد محافظة الأنبار إلى إدراج عشرة مواقع آثارية جديدة على لائحة الصيانة والترميم مطلع العام المقبل بعد الاتفاق مع وزارة الثقافة ومنظمات دولية تعنى بحماية التراث وبعد إدراج نوعير الأنبار على لائحة اليونسكو للتراث العالمي قبل عامين تعمل لوساط الحكومية هنا أن تسهم عمليات ترميم المواقع الأثرية بتنشيط الحركة السياحية في المحافظة مما يوفر لها مورد اقتصاديا جديدا محمد الجميل الحرة محافظة الأنبار ترجمة نانسي قنقر